ازايكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اداية جمدة جدا ونصة هتخليك تبني تطبيقات بسهولة وبسرعة جدا ونغير ما تكتب ولا اي ساطرك عازك تخيل معي كدير وعندك فكرة تطبيق مثلا زي لابة تأصد مفضائي او سبق سيارات او طعبان او اي لعبة عندك او حتى فكرة تطبيق بسيط زي مثلا تطبيق اسئلة او اجوبة تطبيق مهام اي تطبيق يخطر على بالك هتقدر تعمله في خلال سواني او بالانجليزي او كمان تكلمه بصوتك وهي ادى يعمل لك التطبيق اللي انت عاوزه وننفذه لك خلال كل ده بستخدام ازا كالاستوعان هتلاقي نفسك قادر تبني اي تطبيق في خلال سواني كل ده من غير تعيدات او حتى وقت صوية لكن لو حادر تقرف عن هذه دي اطقق وعاوز تجربها خليك معا في الفيديو ونشوف مع بعض ازاي الاداة دي تقدر تعمل تطبيقات من خلال النص او الصوت لكن في البداية لا تنزلش تدعموني باللايك والشيء في الفيديو لو عجبكم وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بازن الله اهلا بكم في قناة تكنو فلاش لا تترددوا في الضغط على زر الاشتراك والاعجاب وكن جزءا من عائلة تكنو فلاش الاداة دي هتقولين انت اشتركوا في الفيديو قبل كده والاداة دي عارفانها لكن ايه الجديد فيها انهم اضافوا نماذج زكاة استناعة جديدة يعني اضافوا هنا مربع البحصة هتتضيلوا الوصف وهنا اضافوا مثلا نماذج زكاة استناعة اسمه وضافوا ميتا لاما وضافوا لاما سريه ووينت تو وكوين طبعا نضافوا كزا لموزج الزكاة استناعي في المنصة طبعا هي بدون تسجيل دخول بدون اي حاجة بتقدر تبني اي تطبيقات اللي هي تطبيقات المايكو ات طبعا هما كدين وكل 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 وخلاد سوالي طبعا هنا عندك الجالري انا اقول لك دلوقتي برضو لوش عاوز تنشور تطبيق بتاعك في الجالري هنا اقول لك تعمل ايه مبدايين دينا ميزك او تطبيقات صنعينها الناس اللي قابلي كده اللي استقضموا المنصة هتلاقوا طبعات كتيرة جدا الناس صنعوها هنا من حرارة المنصة دي زي ما انتم شايفين مسلا لو اعجبك اي حاجة من دونة بدوس على البشا كده بدوس continue مسلا ده واحد اعمل ويب سايت على اساس اللي هو المجموعة الشمسية او تطبيق تمام تقدر تعمل زيه تبع تقول لها اعمل زيه ازاي ترجع تاني تحت كل تطبيق زي ما انت شايف في الوصف التاع تطبيق تتخذ الوصف وتعمل زيه دي كلها تطبيقات معمولة من خلالت الموقع تطبيقات ووبسايت في نفس الوقت مسلا ده تطبيق ثاني تطبيق فيه خرايط وكده خلينا نبدأ بعد دلوقتي نعمل تطبيق نرجع للصفحة الرأسية زي جاء هنا بتخطوه الوصف التطبيق اللي انت عاوزه وبتختار الموديل اللي انت عاوز تستخدمه مسلا هو منديك هنا تحت امثلة الاجواري الجوية تطبيق اسئلة واختبارات لعبة التعبان مسلا هنجرب حاجة حاجة جديد مع بعض مسلا لو اخترت دوست عاية الكولكوريتور اقول له مسلا اسمع لي هلا حزق اسمع لي بالعربي عادي اه اقول لكم ازاي برضو تحولو التطبيق موبايل وتحطوها ترفق اه لا حزق زي كده وادوس هنا اختار الموديل مسلا وافضل الموديل اللي فيه اللي هو الكوين كودر ده جامل جدا وفيه الديب سيك نختار مسلا الديب سيك قدوس كلي بصوا ده من شايفين كلماتين مختصرين او تيرو طبعا هو النموذج الديب سيك بيبكر الاول يعني هو دلوقتي بيعمل تفكير وسيما ان شايفين خلال سوائن اعمال لي اهلا حزبة ابدأ استخدامها وعدل عليها زي ما انا عاوز اقدر كمان في المربع اللي فوق اعدل عليها وتبقى فيه نسخ محفوظة بمعنى مسلا انا اقول له ان اضف المزيد من المميزات واصلح الاخطاء في الكود بشكل كامل واجعله يعني من شكل صحيح واضح السيارات بطرية والمزيرة وجعله تطبيق احتراف وادوس ابدأ يعدل علي الكود مرة تانية سرعة زي ما انتشايفين معنى الاول بيفكر النموذج وبعد كده بيبدأ ينفذ علي الكود زي ما انتشايفين بدأ يغير لشكل الحزبة طيب لو ازر جعل النموذج اللي لها الحزبة الاولية مسلا وادوس هنا رجوع هتلاقي وهنا وهكذا كده اتعبده لعشرين تاتين مرة كمان ممكن برضه اقول لنفس الكلام واختار نموذج تاني مسلا من الجنب من اختار مسلا الكون كودر اللي هو ده وادوس اللي يعدل عيب كده اختار اي نموذج طبعا ما فيش بدو يستخدرها وافيدة سجين تقولها تاقي حاجة جميل بدأ يعني زي ما انتشايفين وانتشايفين عاوز امسلا انشر لها دي او شايرها او ادي الرابط لأي حاجة ادوس هنا على شير يقفين هنا شباب في الجنب كده فيه حاجة اسمها لدون شو انجالاري يعني لو دست على علامة صح هنا مش هيظهر في الجالاري بتاع الويد سايق لشان ما حد تشوف المشروع بداعك او الحاجة اللي انت بتعملها هنا فيه الابنم اسم التطبيق ووصف التطبيق ولو دست هنا شير كمان هيبدأ يدينوا رواء اللينك لو دخلت عليه من اي منصة تانية اخد اللينك مسلا او اوبن نيوتر او اللينك ده اللي هاخده او اوبن زي كده اهو فتح في صفحة تانية اقدر استخدمه زي ما انا عاوز اقدر ادل رواء بطل اي حد يقدر استخدمه ما فيش اي اي شك علينا ندوس نيوت ومسلا اقول له اسمع لي تطبيق اسئلة او ابن اقول مسلا اسمع لي لعبة تعبان هيفدأ دلوقتي يصنعني لعبة تعبان كله في سوائن زي ما تشايفين كمان تقدر تلعبها دوسر ستارت ارعب من خلال الاسهم كايفين اي كود يقدر يعملو لك خلال سوائن اقدر كمان اقول له على اي تعديلات اعوزها اقدر استخدم الموديل اللي اعوزه ما فيش اي مشكلة طيب خلينا ناسمع مسلا مشغل موسيقى اقوله اسمع لي تطبيق مشغل موسيقى للهاتف وهبدأ هنا ادلله مسلا الموديل اللي بتعديك سيك او اي موديل تاني هادره وادوس كري تشايفين انا بكلمه باللغة العربية عادي انها فيش ايها مشكلة طبعا هنا صنعني برنامج مشغل موسيقى طيب هو مش مظبوط البرنامج يعني هو لسه في حاجات تانية عاصل ده ايه هنا مسلا رمز الفولدر روضس على كده طيب هو مش مظبوط انا ممكن مسلا اختار موديل لتاني وينكودر وقول له اصلح الاخطاء والكلام ده قل له قال له اضف المزيد من المميزات واصلح الاخطاء طب يا شباب بعد نقطله كم تعديل اللي هو يعدل عليه مسلا انا هنا عندي اختيار اخرج للحاجة اللي عاو شغالها زي كده او مسلا صوت بتاعي كمان اضفت الميزة اللي هو زي ما انت شايت اقدر ازود السرعة من هنا بتاعتني احي الكرام او ابطقها اضفت كزا ميزة خايفين اقدر ابطق الصوت اعلي الصوت اكتمل الصوت عامل ممكن اضيف اي مزايا انا عاوزها برحتك انت اضيف المزايا انت عاوزها بعد كده هاخد الكود ده بولو كوبي نسخي كده عشان نحوله لتطبيق موبايل هنا اول ما بتسجل على اب كريتو 24 دي اسنت نحول لنا لتطبيق موبايل وكانان انه ده نضيف اي منصة اعبادات احنا عاوزنها هنا اول حاجة بتطبط اسمه الدولة اللي انت منها وبعد كده الاميل والباسورد وبعد كده بتدوس انت تسجل على الموقع تسجيل عليه سهل جدا بعد ما بتسجل على الموقع بيظهر لك بالشكل ده هنا اول حاجة يا بوبلاك حط اسم التطبيق اللي انت عملته بنرجع تاني للمنصة بتاعتنا وهدوس هنا على كلمة شير هيطلع هنا الابليكيشن نين بتاعنا ممكن نغيره زي ما احنا عاوزين هاوزو كوبي هطوا هنا في الخانة الاولى وهنا ايكونة للابليكيشن ممكن تسمع انت ايكونة او ممكن تختار منها على الموقع الابشن التاني اخترت اي اي ايكونة من عندهم هنا لغة التطبيق هخليها مثلا عربي او انجليز زي ما انت حابب وصف التطبيق وصف التطبيق اللي هو ده الخانة التانية اللي زي دي وبعد كده بتدوس هنا don't show gallery عشان تنخليش اي حد تشوفه على المنصة دي بعد كده بتدوس هنا على لعائلة تشعيره او تاخد رابط بتاعه زي روى شكل التطبيق بالشكل ده فهذا مخالص نرجع حين نحط الوصف وهدوس نيكس بعد كده هدوس نيكس وبعد كده هدوس هنا create mptf هي دي بعد كده go app manager هنا مديني المكانية الخلاص اللي انا حمل التطبيق هتلقى لنا في الجامل فيه download app زي كده تقدر نحمل التطبيق بعد دقيقتين بالزبط هتعادل الصفحة بلاقي اللون الاحمر ده خلص طيب دلوقتي مفروض نحط التطبيق بتاعنا ندوس على كمية section دوس create section اختار HTML اختار الخيار التاني ده ودوس نيكس هنا هحط اي حاجة ما فيش مشكلة الخانة دي همس حدا كله واجيب الكود اللي انا عملته على الموقع التاني اللي هو الكود ده شباب اخذوا نسخ كده ولكود ده كله اخذوا نسخ وحطه هنا في البلا فكيا ازل تحت ودوس ادوس back طبعا لو ادوست هنا احملت الصفحة دي تاني اعيديني ممكن او download تقدر تحمل تضع تضع البيع على المبارك واتجربها واتش امسك